بلد يمكن لكل المنشآت النفطية العملاقة في المملكة أن تكون من الأهداف الرئيسية للقدرة الصاروخية متواعدا ومهددا خرج زعيم الميليشيا هذه المرة في كلمته المطولة التي أسهب فيها كثيرا في الحديث عن الأوضاع الداخلية والخارجية وكعادته بدى حديثه مكررا ويفتقر للواقعية السياسية الجديد فقط هذه المرة هو التوجه بالتهديد والوعيد باتجاه الإمارات التي قال إنها أصبحت دولة غير آمنة منذ إعلان خطابه بانيا هذا التهديد على ما قال إن جماعته أحرزت تقدما كبيرا في تطوير القدرات الصاروخية التي قال إنها أصبحت قادرة على الوصول إلى أبوظبي على كل الدول التي لها علاقات اقتصادية بالإمارات وعلى كل الشركات التي لديها استثمارات كبيرة جدا في الإمارات ألا تنظر إلى الإمارات كبلد آمن هذا بلد من اليوم وصاعدة تحت إمكانية القصف الصاروخي والاستهداف الصاروخي الرد الإماراتي لم يتأخر كثيرا حيث أكد وزير الدولة الإمارات لشؤون الخارجية أنور قرقاش أن تهديدات زعيم الحوثيين لبلاده لا تخيفهم معتبرا إياها دليلا ماديا على ضرورة عاصفة الحزم لمستقبل المنطقة لغة التهديد ليست جديدة في خطاب الحوثي بل إنها الثابت الوحيد في كل خطاباته وهي أداته في الحجد والتعبئة الجماهيرية وشحد همام أنصاره لكن الملاحظة دوما أن مفردات التحدي سرعان ما تتبخر إذا ما تطلب الأمر فعلا واقعيا على الأرض وبالنظر إلى سياق الخطاب فقد ربط الحوثي تنفيذ تهديداته تلك بمحاولة اقتحام الحديدة وهي العملية المؤجلة التي كان من المفترض أن يقوم بها تحالف وشرعية منذ أشهر إلا أنها دخلت في طور المفاوضات الطويلة مع المجتمع الدولي الذي انقسم بين مؤيد ومعارض